السلام عليكم ومتحياتي للجميع الوصول لألمانيا عن طريق الزواج بشكل رسمي موضوع مهم جدا لازم نسلط الضوء عليه لأنه في برلين تم اكتشاف أشخاص يعملون مجموعة عصابة يعملون بهذا الشيء تم اكتشافهم والآن يتم محاكمتهم هناك دعاوي قضائية بحقهم الفكرة كيف؟ الفكرة أنه شخص ألماني عنده جنسية ألمانية يتزوج على الورق على الورق زواج صوري فقط بس على الورق من امرأة خارج ألمانيا بالمقابل هذا الشخص عم يحصل على مبلغ يعني بشكل آخر مجموعة من الأشخاص على شكل مجموعة عصابة بيجوا لعاند شخص ألمانيا عنده جنسية بيقول له فيك تساوي لنا زواج بس على الورق لا تجي امرأة من خارج ألمانيا إلى ألمانيا بطريقة شرعية أنت ما تتضرر ولا شيء ونعطيك مثلا على سبيل المسال 10.000 يورو فهذا الشخص اللي عنده جنسية بيقول له ما في أي مشكلة أوكي في نساوي هذا الشيء هنن بيتفقوا مع الشخص الامرأة اللي خارج ألمانيا وعلى وجه التحديد حكوا بمصر الخبر عن نساء أتوا من فيتنام إلى ألمانيا بهذه الطريقة النساء دفعوا آلاف اليوروهات لوصلوا إلى ألمانيا فهي بتكون من الخارج طريقة شرعية ما في أي مشكلة ولكن هاي العصابة هاي المجموعات يعني بتاخد من الأمر اللي خارج ألمانيا اللي بدت تجي لألمانيا 30.000 يورو 35.000 يورو وبيعطوا 10.000 للشخص اللي ساوى عقد زواج بس صوري على الورق فقط والمبلغ الآخر بيحطوه بيجيبه بحسب تحقيقات أولية مجموعة كسبت أو نجحت في جمع مبلغ 140.000 يورو من هذه الحالات على الأغلب أنه في حالات كثيرة نجحت معاهم جابوا الناس كثير من خارج ألمانيا إلى ألمانيا بهذا الأسلوب بهذا الشكل فالآن تم اكتشافهم الآن تتم محاكمة عشرة أشخاص عنا 8 رجال وامرأتين تتم محاكمتهم الآن في برلين بسبب طبعا في عندهم دعاوية قضائية بسبب تشكيل تهمة تشكيل مجموعة أو عصابة لإيصال الناس إلى ألمانيا بطريقة غير شرعية أو بأسلوب غير شرعي هذا الأسلوب مخالف القوانين الألمانية أن شخص يساوي عقد زواج بس صوري على الورق مقابل آلاف اليوروهات ليجيب شخص من خارج ألمانيا إلى داخل ألمانيا طبعا هذا الشيء حصل ما بين عام 2016 إلى عام 2021 بحسب التحقيقات أجارية في برلين لحد اللحظة الإقامة الألمانية مقابل المال أو مقابل الزواج الصوري هن سموه مصلح الزواج الصوري طبعا هذا الشيء ليس غريب بألمانيا شفنا بالأشهر الماضية تقريبا قبل سنة كان في موظفة تشتغل بمكتب الأجانب وتشتغل بالدولة كمان أعدت تسهيلات كثيرة باعد إقامات لناس خارج ألمانيا أتوا بهم إلى ألمانيا يعني هذا الشيء ما هو بأول مرة عم بيصير في ألمانيا بتحدث يعني مرارا وتكرارا أصدقائي ننتقل له خبر آخر خبر مهم جدا قليته اليوم بجريدة بيلت ولازم نصلح الدو عليه ولازم نوضحه له الناس اللي عم بيصير حولنا خبر صادم حقيقة ما فين نعتبره في جريدة بيلت يخص الأطفال في الرياضة الأطفال في الكنداء هناك يعني فيه روضة بمقاطعة شمال الرين نورد هاين بيصفالن في مدينة كيربين أعطت مفهوم جنسي للأطفال عم تطرح فكرة فلسفة مفهوم المفهوم تعليمي جنسي للأطفال شو أعطت هاي الروضة هاي الروضة من خلال نشر منشورة على موقعها في الانترنت قالت نسمح للأطفال بإنشاء غرفة محمية لهم غرفة سرية محمية لهم أن الأطفال يروحوا لهذه الغرفة ويستكشفوا جسدهم الأعضاء التناسلية ممكن الطفل يذهب إلى هذه الغرفة واستكشاف أعضائه التناسلية وإشباع رغبته بطريقة تلائم احتياجاته هذا السلوك كان محظور في الأماكن العامة وقالوا أيضا بأن عندما يلعب الطفل بأعضائه التناسلية بشكل جيد ويمسها لا يعرف شيئا عن المحرمات الاجتماعية أو ما يعرف بشيء غير لائق أو قزر منع الطفل قد تسبب له أضرار كبيرة في المستقبل الطفل يتعلم هناك خطأ غير لائق في جسده والسماح للطفل باللعب بأعضائه التناسلية عم نشوف هذا المفهوم المفهوم تعليمي جنسي للأطفال طبعا هو موضوع خطيري بنفس الوقت بعد ما نشرت هذه الروطة هذا المفهوم اللي هو مفهوم جنسي بحث الأطفال لأن الأطفال يروحوا لهذه الغرفة ويستكشفوا أعضائهم التناسلية ويستمتعوا فالأهالي بعد ما سمعوا بهذا الشي اتصلوا بمركز الشباب مركز سمعات الشباب يوغندام ويوغندام قتت لهذه الروضة وبحثت وعملت تفتيش وراحت وحطت وشافت يعني بحثوا بكل جوانب هذه الروضة ولكن لم يصلوا إلى أي شي إلى أي غرفة أو أي عدة أو أي آلة أو أي شي لها علاقة بهذا الموضوع له علاقة بهذه الفلسفة له علاقة بهذا البرنامج الروضة عم تقول فقط هذا مفهوم عم نطرحه هاي فلسفة عم نطرحها طبعا الروضة مسحت أو أزالت المنشور على صفحتها في الإنترنت وقالوا المنشور أو هذه الفلسفة قيد المراجعة مركز الشباب لم يعصر على أي شي يعني حقيقة موضوع مهم جدا فمن الجيد الأشخاص اللي عندن أطفال اللي عم بروحوا للكيندرغادن لرياضة الأطفال يستفسروا ليش دا يسألوا المدير الروضة المسؤولين الروضة عن إذا في هيك شي إذا عندن هيك قطة إذا في عندن هيك أشياء أو لا يعني لا تتركوا أطفالكم خلص عم بروحوا الصباح عم يرجعوا المساء ما في أي مشكلة لا اسألوا أطفالكم اسألوا المسؤولين إذا هي في هيك شي إذا ما عجبكم الروضة ممكن تغيروها وتروحوا لروضة تانية ما في أي مشكلة طبعا هي فقط روضة من آلاف رياضة الأطفال في ألمانيا ما في داعي للتعميم أبدا يعني فقط هي فلسفة يعني ممكن شخص كتير من الأشخاص الأغلبية بيعتبروها خاطئة جدا وممنوع أنه تتنفس يكونوا ضدها ولكن هاي فلسفة من روضة أطفال ما بين آلاف فما في داعي للتعميم وممكن تروحوا تستفسروا مشان سلامة أطفالكم وسلوك أطفالكم بالمستقبل طبعا هو موضوع خطير جدا مثلا ما قلنا ومصعب جدا يدخل حيز التنفيذ أو يصير بشكل عام في ألمانيا أو في كذا روضة فقط مفهوم جنسي للأطفال بروضة واحدة من بين آلاف رياضة الأطفال فروحوا وأسألوا مرة ثانية والثالثة وأخرى أصدقائي هيك من كوننا وصل نهاية الفيديو أتمنى أن تكون مواضيع المقترحة بالفيديوهات تكون مفيدة لألكم ويكون في توعية للجميع اللي يكون داخل الأخبار في ألمانيا شو اللي عم بيصير شو اللي عم بيتم طرحه تناوله في أصحوة جرية الألمانية نلقاكم بفيديو آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته